في الوقت ذاته نفت وزارة الصحة صحة المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية بمنشدة وزيرة الصحة وسكان المواطنين لأن يتبرعوا بالدم لمصابي حادث قطاري سهاج وأكد توفر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سهاج هذا إضافة إلى 30 ألف كيس دم كمخزون استراتيجي تم دفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بالقاهرة ونشدت وزارة 3000 كيس دم ونفت وزارة الصحة وسائل الإعلام ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول معلومات دون تحر الدقة كذلك الحصول عليها من مصادرها الرسمية ترجمة نانسي قنقر